في بداية المقابلة قبل ان انشقل الكاميرا قلت لك انا لقيت حل حق الويتنجلست اي صح شلون يعني انا شان احنا نطوف طبعا انا عندي حل حق الوكالات مو حل حق المستهلك احنا وكالات ما اهم احنا نحن من يسوون شي دي ما رح يسوون ولا شي بس ايه فكرة لو تنطرح تريح بعض الناس من تفكير انا اذكر حتى قلتها القصة هذي قلت حق اعتقد كان في بازل وورد قلت حق واحد من المدرة من البرندات الكبيرة قلت لان عندي حل حكم تقدر تستخدمه وتسكر باب الويتنجلست وعوار الراس والناس تزعل والناس ما تزعل شان يقولي شنو قلت لها سوو انلايين احنا شوان انلايين احنا انت يا علي تبي ساعة 5 7 11 5 8 11 اليوم انت بتقدم حق جامعة هلو انت بتقدم حق جامعة شو تسوي تقدم شهاداتك تقدم السي في مالك تقدم كل المعلومات اللي الجامعة تحتاجها علشان تنقبل عمرك سمعت حديث حلطم على السيستم تقديم الجامعات لا اذا انت كف انك تدشها الجامعة وقدمت لهم الاوراق اللي الجامعة تحتاجها ان انت تدرس في المجال هذا راح يليك القبول عقب ما يليك القبول انت تدفع رسوم الجامعة ما راح يليك قبول لبلاش لكن انت مجرد عشان تاخذ القبول لازم تقدم كل الانجازات اللي انت تساويتها في حياتك وكذلك محلات الساعة تقدرون ان يساوون تقدم كل شيء تقدم السي في مالك تقدم الساعات اللي انت تمتلكها وعدت له تقدم ما تسمونها مو اكسبتنس لتر لتر ممكن ممكن شوف انت هنا زد شيء ممكن تقدم لتر من شخص كالكتر ثاني انا اشهد ان سعود راعي ساعات تحب روليكس وعطوه ساعات حلو مثلا بس انا زيادة على ذلك ممكن تقدم اللي يسمونها مو لاتراف انتنت بس شنو هدفك من ان انت مقدم الساعة تبي ردي يكتب الساعة يقدر تقدم الساعة شنو المشكلة بالنهاية وصل التقديم هذا كله حق جنيفة حق محل حق باتاك فليب باتاك فليب يقوم شي ساوي يقرأ كل اللي انت قدمته يقول والله علي انا شوف مقابل كل المعلومات اللي حطها مقابل الساعة اللي هو يبيها يستاهل الساعة يوصل لك ايميل قبلناك ساعتك تستلمها يوم 27-12-2026 يوصل التاريخ هذا حق منه حق وكي لكويت ترى في يوم 17-12-2027 علي اليوسفي راح يستلم 5-8-11 وهذه موافقتنا وخل يا يدفع هين ويدفع بعدين لكن خلاص احنا ادزينا لأيميل انا شلت شغلتين شلت تحكم الوكيل فيك انت ان لا يسوي وياك ديلز من تحت الطاولة اشتر هذي وعطيك هذي ثاني شي شلت حنتك انت كمستهلك متا تعطوني متا تعطوني متا تعطوني متا تعطوني والقبول مو بيدحد القبول بيد الوكال الامر يمكن هذا حق شركة صغيرة شركة كبيرة شركة كبيرة شركة كبيرة زي الورد ليش المان باور موجود الفلوس موجودة الحين روليكس يقعد بالسنين يطلع جولز الوان عشان يسوي بازل واحد ما يقدر يقبل عشان يقبل وشلت واسطة الوكيل ما شلت واسطة الوكيل ما زال الوكيل عنده انه يطلب حق في في اي بي كاستمر شغلات معينة بس انا شلت من الوكيل الماسز الف شخص يبيه 5.8.11 رح قدم الف شخص يبيه ألترا تن جومبو من أوديمار بيقاي رح قدم يالك القبول سعلى مباركة رح يجيلك التاريخي استلام ساعتك وما يقدر احد ياخذ ساعتك هذه الوكيشن لك في التاريخ الفلاني انت تدري ان يوم سبب وعشرين اثنى عشر الفين وستة وعشرين او او التاريخ انت تدخل الوكالة تستلم ساعتك حلو وتبني علاقة مباشرة مع المصنع علاقة مباشرة مع المصنع الوكيل لا خسر ولا شي طبالك الوكيل شاري بالكاست برايس مال الوكال الهولسيل وبايع لك بربحة شال منه عوار الراس نزيل وممكن باتك يرد عليك يقول لك انك تشتريها الساعة تقول انت تشتري ساعة ترد تقدم مرة ثانية تقدم مرة ثالثة تقدم عاشر مرة فيصر عندك و او دي مار سوى الحركة بالاونلاين وايد قاعد يستعملونها ان انا ادري عندك اونلاين نسجل ساعاتك فهذا تشن اقعد يقول هذا ساعات اللي عندي ماشي انت سويت الشغل اختصرت ثلاثة اربعة التقديم باقي لك بس انك تقدم على الساعة و يلقي قبول والله نشاهد هيا الله يسمع منك عادي ابسط ابسط فكرة اللي يقدرون يسوونها ومستخدمين هالجامعات سعى اللهم مئة سنة و الساعة لي انتري لفل يعني انا مثلا بقدم على روليكس اويستر في الباتشول خضرة نعم احسير مئة ألف قدم على كلهم مش المشكلة و اكتب اويستر اويستر هم عادي يضعون في مستخدم ساعة لكي تمليهم لماذا تريد هذا لماذا تريد هذا من الجامع نفس الطريقة ماذا تفعل مع الجامع و انت تسعيب ماذا نفس الطريقة ضبط شلت الحمل من الوكيل و خليت الحمل على المستهلك المستهلك هو المستهلك كل شيء نفس ما انت تنظر قبولك في الجامعة و الشركة الام هي اللي تختار اذا واحد مو كف انه ياخذ الساعة ما يعطونا الشركة الام و اذا انت كوكيل تبي تستخدم نفوذك بالVVIP انت اريدي لديك الوكيشن بعض الساعات باجيهم و انا نقيهم كوكالة انا نقي حق علي حق محمد حق احمد ماذا بس انت لقيت علي تلفون و عندي واحد مهم اعادي هذا من الوكيشن ليس من الوكيشن الشركة الآخر سؤال الشركات تبيها الضجة تبيها الويتنج و ارتبت سهل على كل خلاص انت مرفوض و مئة ألف نطرو هالسنتين لهاية اه انا اعطيك مثال ابسط انا مقدم على مثلا اف بي جون في ميامي و انا كنت ادرس سنتين واربعا لمعطوني ساعة بس لا بر ولا بحر لو يقول لي رفض وايد اريح لي من اني انا ما ادري بيعطيني ساعة ولا لا ماذا ماذا بس نبي نصيح ماذا اعطل لها ساعات والله اذا انت عندك نصيحة اقول لي اعطل لها ساعات لا لا انا من زمان عن نفسي من زمان اموقف عن البج كومبانيز و حولت من زمان على البج كومبانيز شعور ان انت ممكن تلامس الشخص اللي سوا ساعتك شعور وايد اجمل من نساعة بستيلك من كومبانيز خصوصا انك تقدر ترفع التلفون و تقول لي ساعتي خربانة يعني من احلى القصص اللي حاشتني اتصلت على شركة قلت لهم ساعتي خربانة شعور لي جربت تطقها بيدك قلت له شعور قال لي نوك توقيت على الانت قلت له شعور شعور لي اكبر مصيبة حوش الساعات المعقدة ان القير يركب فوق القير ف سمول نوك ممكن انه يخلي ساعة تريد تشتخل مالذي كانت خروجة كانت خروجة ثابت هو فى واحد فى واحد ثانى او شيء و تبردت تشتغل طبقها و تبردت تشتغل و توقفت مرة ثانية من المرسل رائع حلو فى كلام كانت خروجة و كان هو كنت تحاولي فأتطلع بيدك يجب أن تطقها بيدك فهذا العلاقة اللي بيني وبين الواتش ميكر الفينيشر البوليشر السي او ما تلقاها في الشركات الكثيرة فتؤمن الناس هم اللي يساون الشركات الناس هم اللي يساون الشركات وياخدنا هذا الى نقطة جدا جميلة What does an independent company mean شنو معنات الشركة المستقلة اليوم تعتقد ان معناتها الشركة المستقلة ان ما احد يمتلكها مصحيح الشركة المستقلة شركة القبطان الواحد واحد يتخذ قرار الى حد ما شي اللي يقصده اليوم الشركات اللي مو مستقلة هي اللي عندها مجلس ادارة اي باي مين اي باي سار توجهات اخرى ممكن تي شركة اكبر منها تشتري وتوجهها فمعثلا رومان قوتية يمتلك منها تقريبا 20% شنو لكن هي اندبندن كمباني لان الامر الناهي رومان قوتية حلو فاذا بيساوي شي ساوي على كيف اذا بيوقف شي ووقف على كيف بالضبط في شركة انا اعرفها بدون ذكر اسمع كانت شركة مستقلة وكانت السي او تبعها كانت مستقلة في قراراتها وكانت توافق وترفض كثير من الاشياء لين ضغط عليها شركة اكبر منها وطيرتها من مكانها وحولتها الى شركة مستقلة شالت منهم قوة انه شركة القبطان اللي هو يشق وخيط خلتهم تتبعون خلتها تتبع الاشياء اللي الشركة الكبيرة تريدها بس اذا شركة اندبندنت يعني لما يكون في بورد او في مجلس ادارة يتحكمون بشركة يكون يمكن عندهم بعد نظر اكبر هذا الشخص الاندبندنت لا اشك هي الدنيا رأسمالية واللي فهمك ان هذا حب وشغف انا اصب بس كاذب حب وشغف ووزع بلاش غزك على الشركات على الشركات نفسها فبالنهاية كل من يب يسوي فلوس كل شخص كل شركة تريد تطلع فلوس بها طريقة من الطرف ليس جشع يعني انا اعطيك مثال جدا جميل اليوم سولفنا عنها حتى قبل المقابلة هذي قلنا دبتيون كانوا قبل مقابلة فدخلوا شركة اكبر منهم شاء الله هل بيرفض دبتيون هالكلام هذا؟ بيقول لا انا عشان حب الساعات انا راح ارفض ان انت تشتري تتحكم بالاستوك مالي مو صحيح كذلك كثير من الشركات فبالنهاية هي رأس مالية ولكن رأس مالية مع احساس ان انا مهم افضل من رأس مالية و احساس ان انا اطر منك صح عرفت؟ هو وائد يأثر بس شوف في شيء وائد مهم بالاندبندنت احنا للأسف طبيعتنا كالشعب نرجع على نفس اللي انت قلته الناس كانوا يقولون لك لماذا تأخذ وديمار تأخذ رولكس الاندبندنت او اللي يشتري ساعات غريبة لازم واحد واثق باختيارات عشان لا يحصل هذا يطنز عليه هذا مصجك تشتري شديد ترى ما يسوى في احد ياخذ بسونة في السعر احنا عندنا نوعين من الناس الناس اللي تعرف انت شنه لابس والناس اللي ما تبيك تعرف انت شنه لابس عرفت فاليوم في واحد يقدر يلبس تي شرت من فوق الى تحت قوتشي في واحد ممكن يلبس تي شرت مو مكتوب عليها ولا شيء لكن اغلب مراحل من قوتشي فانت عندك النوعين من الناس النقطة الثانية واللي انا اشوفها هم قاعد تصير اليوم هو تغير ثقافة الشخص نفسه قبل عشر سنين لما كنت تقول حق شخص هذه الساعة مو انهاوس او مو منفاكتشر موفمنت تطيح من عينه اليوم ما يهمه اليوم تجدر تقول تيدور داخلها ببطنها برايتلينج موفمنت يقول بالعكس انا بي موفمنت احسن وهذه الثقافة كانت موجودة سابقا مثل بانراي كان داخلها روليكس وردة ان عادت مرة ثانية اليوم البانرا داخلها روليكس اغلى البتك اللي داخل اللمانيا اغلى البانرا Marta الابا اللمان اغلى فيOr31 اهht ا real auk esti القالة ساعة او اتسز mi الجديد داخل الساعات ساعة اتسزال كانت موت وكMY اشحى لكم اخر republic الوراء مانشفاً في الثقافات الغديمة الوراء السايدات يتم عردت الصعودة للايح 44 ردت حين تنزل ايضاً عالية ثم نفسه الزمن يتأثيره ما توقعت الرنض الياي؟ رده أن الرنض الياي يعتقد سوق المستخدم الوكالات يجعلون التصانع يقولون منا عاصفين بالطفرة التي حدت نسيناكم ولا تذكرناكم مرة أخرى على الصغر أو أحتل أقضاء؟ كل شيء أنا سمعت شاعة يقولون رولكس ببالشون سواء نخصم على ساعاتهم الذهب والله مشكلة أنه أنا ما عندي ولا فكرة عن رولكس ولا همك ولا تسمع أنا شريت رولكس واحدة في حياتي وعطيتها أخوي اللي هي السبريت وشريتها في أمريكا هذه أنا شريتها ولبستها أدوالان تغربتي ولبستها قلت أفخانة معنى لقى لبس نوات زائل شريتها ولبستها وعطيتها أخوي هذه الرولكس الوحيدة اللي شريتها رولكس رولكس يعني ما تقول رولكس وليس رولكس لا أستطيع أن أقول لأشياء لا أستطيع أن أقول لأشياء ولا شركة ولا شيء عمرك ركض برغي بموفمنت أنا ايه ايه الماستر كلاسس ايه الماستر كلاسس منه إحنا كناس عاديين نأيب على أي شركة من الشركات وإحنا لا نستطيع أن نفعل عشرة بالمئة من اليوم كما نفعلها فأنا أحترم من أرخص ساعة لأغلاء ساعة اليوم اللي عيب على رولكس نفس اللي عيب على هوبلو أنا كان يوني يقولوا لي هوبلو يسوون 20 لمت ديشن طيب وعدمار يسوي 20 لمت ديشن لماذا لا يبدأ لأودمار ايه مضاسج عرفت ولا أودمار كشخة وهبلو مكشخة وهذا الفكر طيب انت تسيلة تعرف تركب هيرسبرينج قال لك لا تعرف نزين تسوي سافاير ملون قال لك قال لأ ما تحب على الشركة هل انت تعرف تاريخ أوديمار ووبلو أنا أقول لك لا طيب اثنين هم نفس المصمم أقوى و بس سيلرز عندهم مصممون اثنين هم جرال جنتة وبلو جرال جنتة جرال جنتة لا جرال جنتة بيك بانج مو جان كلوب بيفير ما أخذها من الدامج شوية جرال جنتة تصميمه خذها من التصميم الأوريجنال جرال جنتة اللي هما أم دي أم اسمهم أم دي أم أصبح أم دي أم من تصميم جرال جنتة جرال جنتة طبعا أنا يعني هذا اللي قالوا لي بس ممكن نتأكد من معلومة أيضا بس ممكن نتأكد من معلومة أيضا أم في هين ع LOL لكن عموماً من الهلمت نفس الفكرة يكون لديك الأذون العليمين الذي هو هذا ممكن أن نبحث عن المعلومات جيدة لكن هذا الذي وصلت لأنني شاري بيك بانك شاري ثانتين بعد الـ 42 هل أنزين؟ مطبيعين قال لي إيتا موفمنت لا توقف أحسن من موفمنت ريشارد ميلك و أوديمار بيكي كان كل شو يردون يقف عليك الكورونا وتردع له دمار عرفت بس الله يطيكم العافية بس خلاصنا المواضيع الثلاثة كلها خلاصنا المواضيع الثلاثة كلها